النادي الاهلي يسير في طريق الحفاظ على رمضان صبحي ويتفاوض عليه وأن الأمور تنتهي وفقا لمصادر عديدة مسؤولة على يوم الاتنين أو يوم الثلاث وفقا لهذه المصادر التطورات اليوم في النادي الاهلي أن الاهلي يقترب بقوة يقترب بقوة من تمديد إعارة أو استمرار رمضان صبحي لمدة ثلاث شهور إيه الحكاية وإيه الرواية النادي الاهلي قال لك أنا جبته بمليون وستمائة ألف في السنة باقي سنتين في عقد أخده بالثلاثة مليون ومتين ألف ده أقصى حاجة عندي فالنادي الاهلي من خلال رمضان صبحي ومن خلال إدارة النادي الاهلي ومن خلال عدم وصول عروض قوية إلى رمضان صبحي للاحتراف في فرق أوروبية كبرى أو في دوريات أوروبية كبرى في الدرجة الأولى بات الميل إلى الاستمرار في النادي الأهلي والأهلي يقترب بقوة يقترب بقوة خلال الساعات الحالية من حسم استعارة رمضان صبحي لمدة ثلاث شهور أيوة ثلاث شهور يا بيه ثلاث شهور السبب هو أنه هو عاوز أن رمضان صبحي معاه في دور الأبطال أفريق ده ما أنت جبت رمضان صبحي 9 مباريات ستة دوري وتلاثة أفريقيا ودفعت 8600 ألف سترليين للنادي بخلاف ما عاصل عليه جملة السنة ونص عاملة 75 مليون جنيه مصر طب معرقش بحاجة ولا فرع جمهور النادي الأهلي بحاجة ولا يفتكروا بحاجة فقال لك نجري ونخلص معاه على ثلاث شهور وفقا لقرار الاتحاد الدولي لقرة القدر بأن يحق للأندية تمديد إعارات لاعبيها واستكمال الموسم واستكمال الموسم بشرط يعني يبقى توافق الأطراف كلها النادي واللاعب والنادي اللي عنده الرغبة أنه يجيب مش إجباري ومش إلزامي على هيدرس فيلد هيدرس فيلد النادي الأهلي قرر أنه داخل دلوقتي في مفاوضاته على شققين اتنين ويقترب من الأعار داخل في مفاوضاته على شراءه نهائيا لمدة المسلمين اللي بقيين في العقد ويشتريهم ويوقع مع اللهب لمدة خمس سنوات مع وعد بالموافقة على احترافه لأي نادي أوروبي كبير حال رغبة اللعب الأمر الثاني أن مع هذا الأهلي بيتفاوض على شراء لا يوجد نادي قدام عرضا أعلى من نادي الأهلي كلامي واضح لا يوجد نادي قدام عرض أعلى من نادي الأهلي سواء من تركيا أو من اليونان أولومبياكوس لكن بتوجد شركة بتقولك أنا جايب أتفاوض عن أندي بتوجد شركة بتقول أنا جايب أتفاوض عن أندي رفعت عرضها إلى 4.5 مليون سترلين وهو ما رفضه اللاعب قال لك أعرف النادي إيه ما أنا ممكن أوقع أروح للفلوس ولاقي نفسي بلعب في الدوري الأمريكي أنا عاوز ألعب في دوري قوي الله يكرمك الأستاذ يوسف الدمين ربنا يحفظك ده من أصلك الطيب كلامك الطيب على رسل قال لك ممكن أوقع أوقع أروح للنادي يقول خلاص نبيع بل 4.5 مليون سترلين ولاقي نفسي في الدوري الأمريكي فالفكرة أن هجي لك في كل حاج هجي لك في كل حاج فالفكرة أنهم قالوا نعرف أسماء الأندية لأن اللاعب عنده اعتراض على بعض الأندية واحد وهذا يحسب لرمضان صبحي أنه لا يرغب في اللعب في مصر إلا للنادي الأهل اتنين أن رمضان صبحي يرفض اللعب في الدرجة التانية ثلاث أنه يرفض اللعب في بعض الدوريات ويتمنى اللعب في دوريات كبرى زي الدور الإنجليزي الدور الأسباني الدور الإطالي الدور الألماني مش جاي في دماغه كمان الدور الفرنسي ماشي فعشان كده النهاردة تم دعم موقف النادي الأهلي وزاد من دعم موقف النادي الأهلي الاجتماع الذي تم اليوم خلي بالك عشان جوا خبر بين كابت المحمود الخطيب ولجنة التخطيط وجهاز قطاع الناشئين قال له ايه في اليوم ده وحضره طبعا الأسطورة كابتن إكرامي واحد من أعظم حراس المارمة تشوفه هو واقف قدام سانتوس البرازيلي وهو عنده 17 سنة ماشاء الله تبارك الله السبعيناء وحش واقف كان لقبه كده وحش أفريقي ف اتاخدوا الخبر ده خلال هذا الاجتماع الذي عقده الكابتن محمود الخطيب لجهاز قطاع الناشئين انفراده من أونكل أبو المهات أحدش أله في ماص ولا أي موقع ولا أي قناة يقود مني يا بيه يصل فجري اليوم يصل فجري الأحد مدرب عالمي أو مدير فني لقيادة قطاع الناشئين في النادي الأهل هذا حسبما أعلن الكابتن محمود الخطيب في اجتماعه مع لجنة التخطيط وجهاز قطاع الناشئين وجهاز قطاع الناشئين مدرب عالمي يصل فجري اليوم مين هو أنا معرفش الاسم ومش عاوز أتكهن لكن اللي قال يحمد ربك يا أمك ده أنا بديك حتة يعني مش عايز أقولك فخدها مني وخليها على جن محدش ما تقلتش في ماص فأنت لما تاخد إن فيه مدرب عالمي جاي بالليلة كابتن شو بير يقول اسمه يبقى إحنا كده راضينا كل وطوله ماشي يا عم الحاج ربنا يكرمة ماشي قدنا خدنا خبر مهم جدا هو إن المدرب العالمي لقيادة قطاع الناشئين أو المدير الفني اللقيادة قطاع الناشئين في النادي الأهلي يصل فجر اليوم بعد إنهاء كافة إجراءاته من خلال مدير التعاقدات المحترم أمير توفي طيب نرجع بقى ما رجوعنا لقطاع لرمضان صبح والكابتن الخطيب كان حاضر وكان منسجم جدا في العلاقة مع الكابتن إكرامي أصدقاء عمر ويا ما تدخر الكابتن إكرامي لدى الكابتن مصطفى يونس لمصلحته على الكابتن محمود الخطيب وكان في مراحل طويلة جدا بيرفض الكابتن الخطيب ثم قبل قبل الانتخابات ظن وكان بيت الكابتن الخطيب زعلان جدا جدا من تصرحات الكابتن مصطفى يونس ثم كابتن مصطفى يونس قال مش هرجع لما كنت عليه وأنا ما عادش في العمر قد اللي راح ولازم أحافظ على علاقتي بالكابتن الخطيب وبزملاء العمر ثم اليومندول الدنيا بقى بازت تاني وعاد كابتن مصطفى يونس إلى إبداء رأيه العنيف والقوي في إدارة الخطيب للنادي الأهل المهم لكن خلي بالكم الجزء مهم في فرق بين الرأي وفي فرق بين الدبح كابتن مصطفى يونس قال حاجة أنا مش وافق عليه المرتضى أحسن من الخطيب في إدارته للنادي وشوف عدد البطولات لا كابتن مصطفى هنا خافية تعرض إلى سلبيات رئيس نادي الزمالك وجاء على صديق العمر لما تقول عليه هو على مرتضى أفضل من الخطيب وأن الخطيب نجح بالنسبة 15% هذا كلام لا يعقل واردي بأفيح أخطاء لكن لما أنا أقول مرتضى نجح يعني أنت شايف بس أن مرتضى نجح ما أنت شايف أي أمور أخرى ما أنت شايف سبل الرموز ما أنت شايف شتيمة لكل الناس ما أنت شايف تطول منه حتى في هذا الحوار يا كابتن مصطفى لم تتطرق بالإدانة لرئيس نادي الزمالك على تطوله على صديق العمر كنت أتمنى أنك أنت تقوم واخده واحدة كده باره وليه وتقول له أنت عيب اللي بتعمله لكنك أنت ملتروش أي حاجة وهذا يدل على خوف البعض من مواجهة رئيس نادي الزمالك واستسهال التطول على محمود الخطيب لأن لسانه عفيف المهم فرمضان صبحي النهاردة كابتن إكرامي كان مع كابتن محمود الخطيب وهذه الانفراجة تمت بإذن الله يتم الإعلان خلال ساعات أو أيام قليلة عن استمرار رمضان صبحي اللي بتفاوض على شقية شق الإعارة ثلاث شهور وشق أحقية الشراء بوضع باندي مالي خلي بالك خلي بالك وضع باندي مالي يقول له أنا يستعير منك الرجل ده السنتين اللي بقييني بقى ثلاثة مليون ومتين ألف هتفعلك دلوقتي كذا هتفعلك في يناير كذا هتفعلك في نهاية الموسم كذا وتمشي الأمور بهذا الشكل لكن مفيش أي كلام خالص عن رمضان صبحي لا يلعب للزمالك ولا يلعب لبرامدز ولا يلعب لألميريا ولا يلعب لأولومبياكوس ولا يلعب في تركيا ولا في سبورت إنجليشبون قال لك حاجة في البريمير لجي النادي الأهلة هيسهل لي رحيل طيب جزئية الأخرى أن اليوم علمت من مصدر في النادي الأهلي رفيع المستوى أن إدارة النادي الأهلي تشعر بالحاجة إلى وجود شريف إكرام خلي بالك من اللي بقوله عاوز تربط الخيوط ببعضها ربطة مش عاوز تربط انت حر ما تربط حر قال لك إيه قال لك دلوقتي كابتن الفريق الرسمي محمد السناو بعد سعد سمير وليد سليمان قدامه خمسة ستة وبعد سعد سمير أيمن أشر وأن الأهلي يحتاج إلى السيطرة على غرفة الملابس أو على قط اللبس وأن شريف إكرام بعقليته وقدرته على إدارة الأمور وعقليته الاحترافية الأهلي يحتاج إليه طيب إيه المطلوب يا فندم؟ قال لك المطلوب بنقدم عرض لشريف إكرام وهو الاستمرار مع النادي الأهلي لمدة موسم جديد بنهاية هذا الموسم وبالمساواة مع زملائه الفئة الأولى كابتن وليد سليمان والاعتزال نهاية الموسم المقبل مع تولي منصب مهمة في النادي هذا العرض أنا شايفه الأهلي افتكروا في موضوع رمضان صبح وشايفه برضو الأهلي يحتاجوا رغم أن الشريف إكرامي وقع لنادي بيرامز وفي قامة أعلانة كابتن عبد زعب شافي المدير الرياضي لنادي بيرامز معايا طيب قال لك عاوزين شريف إكرامي ليه؟ قال لك للسيطرة على غرفة الملابس قط اللبس وإن دلوقتي محتاجين كابتن عارف قيم وثوابة النادي الأهلي يقدر يقنيرها اللعيبة لأن الفرقة لما هيمشى أحمد فتح مش هتلاقي فيها من القدامة إلا وليد سليمان لما هيمشى أحمد فتحي خلاص من اللي يبقى موجود من القدامة هو وليد سليمان بعدين مين؟ محمد الشناو ومعظم حياته في بيرتروجيت جلي الأهلي من سنتين ولا من ثلاثة ومش شارب قوي قيم وسلوكيات النادي الأهلي اللي عاوزها تبقى موجودة وطبيعة كابتن محمد الشناوي عنده حياء شديد يعني ما يقدرش يقول كذا ما يقدرش يتكلم بشكل مباشر ويفهم الغلط وكذا وأن كابتن شريف إكرامي يستطيع القيام بهذا الدول بقول لكم معلومة هل ستتم أم لا تتم الله أعلم لكن أنا عجباني عقلية كابتن شريف إكرامي واحد عنده قدرة على اتخاذ القرار في التوقيت المناسب زى توقيت إعلان الرحيم من النادي الأهلي في فبراير الماضي